أشاد مواطنون ومقيمون بوصول نسبة التطعيم في البلاد إلى 70% وأكدوا أن هذه النسبة تبشر بخير قادم وهو وصول المناع المجتمعي الكاملة في دولة الكويت تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعة إن شاء الله وفي الوقت اللي شدد فيه المواطن والمقيم على أهمية تلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19 أشادوا أيضاً بالجهود الطبية المبذولة في مراكز التطعيم والمرافق الصحية المختلفة في سبيل تحصين وحماية المجتمع نتابع شكراً لله ثم للجهود التي بذلت من قبل الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة لوصول نسبة التطعيم في البلاد إلى 70% بهذه الكلمات أعرب مواطنون ومقيمون عن سعادتهم بهذه النسبة مؤكدين أن دولة الكويت باتت قابق وسينيا وأدماء من المناعات المجتمعية الكاملة لا الحمد لله وصلنا إن شاء الله وليعطيهم العافية يا رب وما يقصروا وإن شاء الله هذا دليل على أن الكورونا إن شاء الله رح تختفي بالمرة بإذن الله ونشكر الكوادر كلهم على مجهودهم اللي قاع يسوونه وعلى الشي اللي قاع يبدلونه علشان بس أن الكويت تخلص من هالأزمة الكورونا الجرعة الثانية فعادة يعني تعالوا الإقبال وتزايد على مراكز التطعيم في جميع المحافظات من جميع الفئات العمرية في صورة تجسد استيعاب المواطنين والمقيمين لرسالة وزارة الصحة بضرورة وأهمية التطعيم لمجابهة الجائحات الصحية الحمد لله أن نوصلنا لهيك والناس زاد وعيها أكتر لأنه كان في كتير ناس معارضين للتطعيم وإن شاء الله الكل يكمل معنا لأنه لازم نمشي ونبدأ بها الحياة نرجع لطبيعتها والحمد لله على كل حال الحمد لله فضل الله أنه وصلنا لمرحلة اللي تكون الكويت بأمان ونكون كل آياتنا إن شاء الله بأمان وتعود الحياة للطبيعة بإذن الله مع التطعيم وأنا أدعو كل الناس تطعم نعم وإحنا نطب بالمجيد إن شاء الله لنوصل 100% إن شاء الله وصلنا إلى 70% نسبة جيدة جدا والأعداد بتبين كتير جدا أن الأعداد في انخفاض وربنا يحمي الكويت إن شاء الله انخفاض كبير في الإصابات والوفيات وإشغال المستشفيات يقابله تحسن كبير في مؤشرات الوضع الصحي مما يؤكد أن الجهود الحكومية بقيادة مجلس الوزراء ووزارة الصحة تسير في الطريق الصحيح وصولا إلى البناعة المجتمعية وتمهيدا للعودة الكاملة للحياة الطبيعية فهد التركي تلفزيون دولة الكويت